دفع جديد لزخم السلام في ليبيا وتأييد دوري للخطوات التي قطعها الليبيون على طريق العملية السلمية خصوصا خطوة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإن لها الثقة من مجلس النواب مع تأكيدات على ضرورة استبعاد تدخلات الخارجية وحل الميليشيات وخراج المرتزقة من دور تأخير مجلس الأمن أكد في بيان على همية خطوة من حكومة الوحدة الوطنية الثقة في العملية السياسية الليبية لقيادة البلاد نحو الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل وشدد المجلس على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وحضت دول العضاء في الأمم المتحدة على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه ودعى مجلس الأمن في البيان الذي تبناه بالإجماع إلى إخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا من دون مزيد من التأخير كما دعى كل الدول الاحترام الكامل لحضر الأسلحة الذي تفرضه الممم المتحدة طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقر المجلس بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا من جانبه شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جان سوليفان على همية خطوة تشكيل الحكومة قائلا أن الليبيين يستحقون فرصة اختيار قادتهم عبر الوسائل الديمقراطية واستعادة سيادتهم من دون تدخل خارجي وأكد سوليفان دعم وساطة الأمم المتحدة في ليبيا ووقوف واشنطن مع كل من يلتزم بإجراء الانتخابات وفي موقف متقدم حذر سوليفان من أن واشنطن ستعمل على محاسبة كل طرف يسعى لتقويض المسار الانتخابي في ليبيا بهذا التأييد والتفاعل الأممي والدولي يرى مراقبون أن الأمر بات في ملعب القوى والأطراف الليبية التي عليها أن تلتقط هذا الزخم غير المسبوك لتحقيق السلام وتلبية متطلباته